السلام عليكم متابعي قناة فضاء تعلم اللغة مع سارة اليوم ان شاء الله سنرى مباراة الوروج للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي الانستيتيت ناسيونال دولاكسيونس سوسيال لناس دولانجي سنرى جميعا كيفية التشجيل في هذا المعهد شروط التشجيل كذلك موعد التشجيل وافاق هذا المعهد بالنسبة لهذا المعهد يتوفر على بوغس كي يستفدوا منها طلبة للراغبين في الوروج للمعهد او للطلبة يعني المنتقين هذه السنة غيتم انتقاء حسب النقاط غدي نشوفوا جميعا في هذا الفيديو عاتبة انتقاء كذلك ندوب شروط ترشيح شروط ترشيح يعني مرشيح يخصو يكون حصل على البكالوريا جميع الشعب يعني ما يتلبوش شعبة محددة يعني جميع الشعب من بعد التشجيل يعني كيتم بعد الانتقاء كيتم لتقديم الشهادة الأصلية ديال البكالوريا نسبة العدد الاماكن متوفرة في هذا المعهد 180 يعني 180 مترشيح اللي كيتم اللي كي يدرس في هذا المعهد بالنسبة لبوابة الالكترونية أنا غدي نحطها لكم في الفيديو فين غديروا الاسكريبسيون اللي كي يدرس في هذا المعهد بابتداء من 19 يوليوز إلى غاية 12 غوشت يعني من 27 تقريبا حتى 12 غوشت يعني آخر عجل غدي يكون هو 12 اوت في الانتقاء بالنسبة للوائح غدي يتم الإعلان على اللوائح ببتداء من 13 اوت يعني إذا فغدي تسال على البرائي انسكريبسيون انلين غي يعني على الوائح اللوائح المقبولين بالانتقاء بالنسبة للمقبولين غدي تشجلوا ببتداء من 12 اوت غي يتب تشجيل إداري بالنسبة للدروس غيبدأ في 13 دسمبر أو 13 وتنبير معين الانتقاء قلنا كنتم على حساب النقاط كيحسس بو النقاط المعدل العام الانتحى الوطني لاني شهدت البكالوريا كياخدوا منه 95% والجهوي 25% بالنسبة لجميع المرشحين غدي نشوفو في أخر الفيديو عتبات الانتقاء اللي كتكون في هذا المعهد بالنسبة للسنوات الماضية يتم اعتمد نقاط اللغاتين كذلك الفرنسية والعربية بالامتحانين الإشهاديين ويتم احتساب معدل العام كالتالي كياخدوا معدد البكالوريا 75% والوطني 25% الجهوي في معامل يساوي 3 يعني المعامل ديال الترجيح كيهو 3 نقطة اللغة الفرنسية بالامتحى الجهوي في معامل يساوي جوج ونقطة اللغة العربية بالامتحان الوطني او الجهوي حسب الشعبة في معامل يساوي 1 تجمع كل النقاط وتقصيب على 6 وتحصل على لائحة النجحين اللغة هكذا كيتم الاحتساب ديال المعدل بالنسبة للانتقاء هذه السرة للمعهد ايناس بالنسبة للوائح الليست بخانسيبال كيكون فيهم 180 كونديدان بالنسبة الليست داتانت كيتم الاعلان حتى الليست داتانت او لائحة الانتظار الى ما تمش تجيل اداري ديال المترجحين اللي في اللوائح الرئيسية كيتم التصار ب المترجحين اللي في اللوائح الانتظار حسب الاستحقاق اعلان عن اللوائح كيتم عبر البوابة الالكترونية www.social.gov.mo اولا البوابة ديال المعهد htps 2.2 flash www.nastanger.mo بالنسبة للوائح كيتم نعينا عنه ابتداء من 13 او تاريخ تسجيل كيكون مقبول بالمعهد حضوريا ابتداء من 18 او كيف ماش فينا سابقا والدراسة كتستأنف لتخيز شتنبر بالنسبة للمعهد الاهدف ديالو هذا المعهد هو مؤسسة للتعليم العالية تستقطاب محدود غير تابعة للجامعة وهي تابعة حاليا لوزارة التضام والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بهدف التكوين في هذا المعهد الى توفر اطار متخصصة في المجال الاجتماعي متوفرة عن مؤهلات عالية تمكنوها من العمل بمختلف المؤسسات الاجتماعية وتدبيرها والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وكثير من الطلبة يحدوا في هذا المعهد هذا بمنح للدراسة او للتداريب يعني المعهد هذا يوفر منح للطلبة ديالو منح الدراسية ومنح كذلك وذلك بناءا على معايير من بينها معايير النقاط والمواذبة ويتوفر المعهد حاليا على اجازة مهنية في العمل الاجتماعي بمصارين المصار اللي كان في الاجازة المهنية في العمل الاجتماعي في المرحلة الأولى لجدع المشترك لمدة سنة من التكوين ويجب بعده جميع الطالب الناجح للسنة الثالثة بعد انتقاء ما صار من التكوين في التخصصين الحاليين كي ينتخص دي الخدمة الاجتماعية أو التنشيط الاجتماعي يعني الليسانس البروفيسيوني كتختار وحدة منهم بالنسبة لهذه التخصصات كي ينجوش دي التخصصات كي نظم تكوين المعهد في أسلاك ومسالك وكي تولى تسليم وتحضر الشهادة التالية كي ينجز في الدراسة الأساسية والإجازة المهنية وكي المسطر والمسطر المتخصص والدكتورة وكي يستفدو جميع الطلبة دي لهاد المعهد من منحة دراسية تحددو حسب ما هو معمول به بمؤسسة التعليم العالي يعني الطلبة الرغمين في الوجه لهاد المعهد را كي يستفدو من منحة دراسية غدي نشوفو حاليا لسيت اللي غدي تدلو فيه البراء انسكريبسيون انلين غني نحطي لكم هنا وغني نحطو لكم في الدسكريبسيون غدي تلقاه الدسكريبسيون مني كاتدخل لهاد المسطر كي يخرج لك لباجة في حال هات الشكل هذا الكمت والموضباس انتو ما بزن بقي يعني ما درتيش لكرياسان ديال الكمت كاتبادل تحت وكاتدير نوفو كنت ما اللي عندك مكتوب بالأحمر وكي يخرج لك واحد الفورميلاغ ووحد الباج في حال هات الشكل هادا كاتعمرها كاملة يعني هدي بخي انسكريبسيون كاتدير باق كود ما صار وكاتعمر رقم ما صار يعني قاعدك الانفرميسيون اللي كخرج لك كاتعمرهم كاملين من بعد كاتتغبط للتاحة كاتدجبر سويفان كاتكليكي على سويفان كنتي داجا عندك ان كونت كاتدخل بالكونت اللي عندك وبالكود ولكن بالنسبة الناس اللي يديرو بخي انسكريبسيون انلي يديرو لك ضروري ما يديرو كري نوفو كونت بدك كونت كتب بعد دوسي ديالك يعني انفا كتبغي تبغي تبغي دليست دياللي كونت دي دول كتدخل بالكونت ديالك وبالكود اللي درتيلو المهم بعد كيخرج لك واحد الفورمولار في الفيدي اللي تختار في اي حاجة كتعلق بدك تشجيل انلي ديالك حاول انك تأكد من المعلومات قبل ما تفاليدي البراء انسكريبسيون انلي وكنتمنى توفق الجميع